لن أرحل عن الأهلي إلا بعد إثبات إمكانياتي وأنني لست صفقة ضعيفة ده اللي قاله بارسي تاو في بداية موسم 2022 بعد ما اتعرض لأكتر من إصابة وبعد ما قدم مستوى باهت وبعد ما اتعرض لانتقاضات وهجوم كبير جدا سواء من بعض جماهير الأهلي وسواء كمان من الإعلام اللي هجم الإدارة بسببه وقال إنهم اتخدعوا في صفقة تاو واللي هجمه هو شخصيا بشكل فج جدا ووصفوا بأنه سبب العقم الهجومي للنادي الأهلي ولكن بالرغم من كم الانتقاضات والإصابات اللي اتعرض لها قدر إنه ينهي الموسم وهو مساهم باربعتاشر هدف سجل تمانية وصنع ستة عشان يبدأ صفحة جديدة مع جمهور الأهلي بعد الإصابات والإخفاقات والغيابات المتكررة والعادة في الأول للنادي الأهلي واحد سفر بارسي تاو واحد سفر تاو تاو وبيبدأ من هنا يوفي بوعده لكل جماهير النادي الأهلي بإنه هيثبت إنه صفقة نجحة مستوى وأداء أكتر من رائع وشخصية وثقة في النفس زي ما قال الكتاب يعني لما تسأل إيه سر تألقه الكبير رد بكل هدوء وقال لإنه دلوقتي مش مصاب وبنبدأ كجمهور الأهلي نتفرج على النسخة الحقيقية لبيرسي تاو اللعب السوبر العالمي اللي جاي من البريمير ليج واللي قيمته التسويقية وقت ما الأهلي تعقد معاه كانت ستة مليون يورو أنت متخيل الرقم لعيب بيقدر يسبق جدرته بشكل غير قابل للنقاش أو الانتقاد على سبيل المثال لعب مع الأهلي في أفريقيا 24 مباراة بمعدل دقايق 1884 دقيقة يعني ما يعادل 20 مباراة عارف مساهم بكم هدف عارف ولا لا ب18 هدف سجل 8 وصنع 10 يعني بسم الله ماشاء الله تقريبا في كل مباراة بيسجل أو يصنع وعلى مستوى الدوري بقى لعب 43 مباراة بمعدل دقايق 2603 يعني ما يعادل 28 مباراة بيساهم في 16 هدف بيسجل 12 وبيصنع 4 وأكتر فريق سجل فيه هو الإسماعيلي لعب قدامهم 3 مطشاط سجل 5 أهداف حرفيا قدام الإسماعيلي بيتشقلب ويمشي على الحيط ويطلع مهارات عالمية لدرجة أن الكرة بقت بتحبه وهوقات تقريبا بتدخل لوحدها وهوقات سجل بشكل سينمائي وعالمي عشان يروح بعدها يحتفل مع إمام على طريق بلينجهام وفنيسيوس جونيور لو هنتكلم بقى عن بيرسيتاو فنيا فانت ما شاء الله بتتكلم عن أعلى كواليتي للاعب في الدوري المصري لعيب فارق عن أي لعب تاني في بعض التفاصيل زي الأسست اللي عمله الطاهر قدام الرجاء وزي الأسست اللي عمله لحمد فتحي برضه قدام الرجاء وزي هدفه في سموحة في الهاني سليمان والتكنيك اللي يروح به واللي أنا شخصيا ما شفتش لاعب في الدوري بيروق بالشكل ده قبل كده لا في كذا في بيرسيتاو ده اللي تعلينا جديد ده لعيب خطير ومؤثر وبيلعب بمنتهى السهولة والبساطة لدرجة انه بقى بيسجل الأهداف وهو بيحتفل احتفال الحنجلة وتأثيره مش بس في الروعة اللي بيسجل بيها ولا في مساهماته اللي بسم الله ما شاء الله بقت جيدة جدا ولكن كمان فأدواره المركبة داخل الملعب أوقات بيدخل للعمق ويبقى لعب رقم عشرة أو صنع ألعاب وأوقات تانية بيتسحب ويدخل كمهاجم تاني أو مهاجم واهمي زي ما باين في الكرة دي بص ازاي بيتسحب ورايح للتمنتاشر عشان يبقى مهاجم تاني مع محمد شريف وهنا برضو مهاجم تاني مع كهربا وبيستغل كمان تحركاته الجيدة بانه بيسجل هدف وبص هنا ازاي مودست واغ التعليمات بانه يخرج لبرا الصندوق ويفض مساحة وتاو يدخل في المساحة دي كمهاجم واهمي لدرجة ان مودست بقى بيخرج لحد نص الملعب واللي بيتحرك للصندوق هو بيرسي تاو وبيسجل هدف مميز من أسست عالمي لإمام عشور وفي مباراة الإسماعيلي كمان كان تكرار لنفس التعليمات والأدوار ان مودست يخرج وتاو يدخل فتسجيله للهدف ده ما كانش صدفة أو حظ ولكنه كان منفز فيه المطلوب منه بشكل جيد عشان يأكد بتأثيره داخل الملعب وبتنفيذه للأدوار على أكمل وجه وبأرقامه انه فعلا صفقة نجحة وتقيلة للنادي الأهلي آخر حاجة عايزك بقى تقولي رأيك في بيرسي تاو خصوصا في الفترة الأخيرة وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك سبسكرايب على يوتيوب واشوفك في فيديو جديد احمد فهي